معكم الرجاء المنبهي واليدات التلميذ أيمال خيطر المواصب بالطير في طيف التوحد والحاصيل على شهادات البكالورية في مادة لوجستيك هذه السنة بالنسبة لطيف التوحد كيتطلب تدخلات متعددة كيبقى الدور الأساسي هو ديال الأسرة لأنه كيبقى في الأسرة دياله كتار من أي وقت كيدوزو في أي مؤسسة وكيبقى كذلك التدخل ديال المجتمع المدني لكان الطفل قد تحصدنه جمعية أو مركز أو ما إلى ذلك وكيبقى تدخل الطبي وشبه الطبي هي مثلا من المتابعة النفسية من طرف البسيكولوج وبعض الأحيان كتحتاج حتى البسيكيات خيلا كان محتاج الواحد استشفاء دوائي يعني كين متدخلين اللي هما أكثر ولكن كيبقى الدور ديال الأساسي في حالي كنقول هو الأسرة ماشي تنقيصا من باقي المتدخلين ولكن لأنه إلا ما كاش تدخل ديال الأسرة حتى ديال الخدمات اللي كيدور المتدخلين للأخرين تقدر تضيع ما ما نحافظوش عليها إلا ما نشفاش الأسرة مع مع باقي المتدخلين في نفس الاتجاه الأمر طبعا ماشي سهل الأمر صعب جدا كيحتاج الجهد وكيحتاج الواقت وكيحتاج واحدة الطاقة خارقة لأنك تخدم في واحد الظروف اللي هي ماشي ماشي سهلة المجتمع بقي عنا في إكرهات عنا واحد نظرة نمطية لهذا الأطفال بقي ما كينش تقبل ديالهم لهذا الأطفال بقي كيعانيهم من تهميش والإقصاء بقي عنا إكرهات حتى بالنسبة للمؤسسات التعليمية لأن حتى المؤسسات تقول لك عند الإكرهات ديالها هي بيد عند الاكتداد والأطور التصربوية ما غير مؤهلين في هذا الباب باش يخدموا مع هاد الأطفال هادو يعني كين مجموعة من الإكرهات وبالتالي الأمر ماشي سهل الأمر صعيب بزاف ولهذا كنقوله على الأقل على الأقل رحمة بهذا الأسر المجتمع يقوم بالدور دياله أنه ما يكونش تهوى جزء من الصعوبة اللي كيعانيو هاد الأطفال هادو وأهم حاجة أهم حاجة هي أن وسائل تنشئ الاجتماعي بصفة عامة المدرسة إعلام وما إلى ذلك خاصنا نربي لهذا الجيل اللي طالع على تقبل الاختلاف خاصة أن هذا اختلاف من الله عز وجل كل واحد كيفش خلقه الله تعالى ونربيهم على القيام ديال التعاون وديال التقبل وديال عدم الإقصاء وعدم التهميش هذي كلها مسائل ما يمكنناش نحقها إلا لتربها هذه الجيلة الصعيد على هذه القيام هذه وإلا تبقى المشاكل اللي عندنا مع المجتمع تبقى قائمة وكتعرق الفعلا الخدمة ديال الأسر وكيعانيو منها بشكل كبير المهم بالنسبة للتحضيرات ديال اللي امتيحنت ماز عم الصراحة ما كانش سهلة لأن ماني كتكون كتتتحضر مع مع واحد الشخص اللي عنده هذي الطيراب وكتستحضر الصعوبات النفسية اللي كيعانيو كتستحضر بززاف فقدروري خصك واحد المقاربة خاصة باش تدخل معه وبالتالي فما كانش ممكن أننا نعتمدوا مثلا على السوعد الدعم اللي كيكونوا داخل المراكز فكان كيجي عنده الأساد كانوا كيجي عنده الأساتي دال الدار كيخدموا معاه وبعض الحاجات كنت كنخدمهم معها أنا يعني بحل أقول قسمنا المواد مثلا مادة كيخدم معها أساد ومادة كيخدم معها أسادة أخرى ومادة كنخدمها معها أنا وكان كيتطلب واحد الجود واحد الوقت لأنه محتاج أنه الواحد الشرح بطريقة خاصة أنا المهم الحمد لله ملقيتش معه صعوبة بالنسبة للمواد اللي كنت كنخدم معه لأنه كان عارف كيفاش نوصل له المعلومة وهو كيتقبلها مني والحمد لله كان عنا واحد الإكرار أنه خفنا ليكون ذيك الضغط وذيك شي قدر يسبب لوتة والثور وما يقدر شي يكمال ولا يوقع له شي نهيار ولا شي حاجة ولكن الحمد لله حسناه أنه عنده استعداد وبغي أنه يوصل وشوية مع قليل من الدعم النفسي أو لا وكثير من الاهتمام والحرص ديانا لأننا نوفر له أجواء ملائمة وحتى الدعم ديال الأسرة منساش لأن الأسرة مني كيبقوا يتصلوا به وكيرفعلوا المعنوية دياله وكيهضروا معاه وكيسهلوا له المسألة هذا العب واحد دور كبير بزاف فشكرا للأسرة ديالي على الدعم دياله في الحقيقة دعماته بشكل لم يتوقع وكذلك من النجاح بقدر ما فرحنا بالنجاح دياله بقدر فرحنا أكثر بالدعم اللي تلقيناه من عند الناس لأنكي الناس اللي ممكن عرفوهم شو كيتواصلوا معانا وكيباركونا النجاح دياله وكي الأمهات اللي عندهم ووليداتهم عندهم تتوحد كيتواصلوا معاه وكيقولوا الحمد لله كنا فاقدين الآمل ولكن ولدك عطانا الآمل بأن وليداتنا قدوصلون قدوستمروا معاهم كي المجتمع المدني بزاف ديالجمعيات أيضا اللي تواصلوا معانا بزاف ديالأصدقاء والحباب واللي تواصلوا معانا وكذلك وسائل الإعلام ما نساوش نشكركم لأن هذا الإعلام كيدخل كل بيت وهو طريق أساسي باش نساهموا في التحسيس أصلا بهذا الطيراب ونعطيه فكرة إيجابية ونغيروا ديك الصورة النمطية اللي عند الناس على الطيراب طيف التتوحد ونقول لهم أن هالناس ره ماشي حماق ماشي ما عندهم شي العقال ماشي ولكن خسغيت سعطالهم فرصة والمواكبة وإن شاء الله رههم يكونوا فاعلين في المجتمع ويستفد منهم المجتمع